بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يطيبون للقاء بكم اللقية في إثراءات الجزء الأول للصف الثالثي الابتدائي للتعليم المستمر معلمتكم أمل الحازم موضوع الدرس الإثراءات الجزء الأول موضوعات إثراءاتنا لهذا اليوم سوف تكون قسمة عدد عشرية على عدد صحيح قسمة كسر عشرية على كسر عشرية آخر وهناك بعض المسائل التطبيقية أيضا تعرفنا على المكعب حجم المكعب الجزء الأول والثاني تعرفنا طريقة تحويل ما بين وحدات السعة عرفنا ما هي وحدات الكيل الإسلامية أيضا عرفنا ما هو متواز المستطيلات حتى أستطيع قسمة عدد عشرية على عدد صحيح وتحديد موقع الفاصلة في ناتج عملية القسمة نلاحظ أننا تعرفنا على رمز القسمة عرفنا أن المقسوم دائما يأتي تحت الكرسي عرفنا أن المقسوم عليه يأتي على جانبه ناتج القسمة دائما في الأعلى أما الباقي فهو يأتي في آخر عملية القسمة أحسب ناتج تسعة وستة أجزاء من العشرة تقسيم الأربعة دائما نبدأ بعملية القسمة للعدد الكبير أما هنا فلدينا عدد صحيح وأجزاء من العشرة نبدأ بالتسعة تسعة تقسيم الأربعة فيها الاثنان أعكس عملية القسمة أملية ضرب ثمانية نجري عملية الطرح تسعة ناقص ثماني يعطينا واحد قبل إنزال العدد نقوم برفع الفاصلة إلى أعدى ومن ثم نقوم بتنزيل المنزلة ونلاحظ أن عند عملية القسمة نجري عملية القسمة كما في قسمة الأعداد الصحيحة فإذا وصلنا إلى الفاصلة نكتبها في الناتج ثم نكمل عملية القسمة إذن الفاصلة نقوم بكتابتها في ناتج القسمة ومن ثم نقوم بإكمال عملية القسمة نلاحظ ستة عشر تقسيم الأربعة يعطينا الأربعة أكس عملية القسمة عملية الضرب يعطينا ستة عشر بإجراء عملية الطرح ويساوي أصفر إذن ناتج قسمة تسعة وستة أجزاء من العشرة تقسيم الأربعة يساوي اثنان وأربعة أجزاء من العشرة ولا ننسى خطوات عملية القسمة أولا أقسم ثم أضرب ثم أطرح ثم أقوم بتنزيل عدد ما ولكن بعد رفع الفاصلة إلى ناتج عملية القسمة أوجد خارج القسمة لدينا سبعة واثنان جزاء من العشرة تقسيم الستة أولا نبدأ بأكبر منزلة هنا سبعة تقسيم الستة أحسنتم أقرب عدد إلى الستة فهو الواحد واحد في ستة يعطينا ستة نجري عملية الطرح سبعة ناقل ستة يعطينا واحد قبل إنزال العدد أقوم برفع الفاصلة إلى أعلى ومن ثم أقوم بتنزيل العدد اثنى عشر تقسيم الستة أحسنتم يساوي اثنان عكس عملية القسمة عملية الضرب اثنان في ستة يعطينا اثنى عشر نجري عملية الطرح ويكون الباقي صفرا إذن وصلنا إلى الباقي بمعنى ذلك انتهت عملية القسمة هنا فكان الناتج واحد واثنان جزءا من العشرة أيضا عرفنا في الدروس السابقة قسمة كسر عشري على كسر عشري آخر وأيضا تحديد موقع الفاصلة في ناتج القسمة نلاحظ هنا أفرغ تاجر 187.5 أجزاء من العشرة كيلوغرام من الأرز في أكياس سعة الكيس الواحد اثنان وخمسة أجزاء من العشرة كيلوغرام فكم كيسا يحتاج نلاحظ هنا أن الفاصلة موجودة في المقسوم والمقسوم عليه لابد من التخلص من الفاصلة في المقسوم عليه إذن بمعنى ماذا؟ نجري أولا نحول المقسوم اثنان وخمسة أجزاء من العشرة إلى عدد صحيح ولكن كيف؟ وذلك بضربه بالعشرة لماذا؟ لأن لدينا منزل واحدة بعد الفاصلة ما أفعله في المقسوم عليه أفعله في المقسوم قمنا بضرب في العشرة أيضا أضرب المقسوم في عشرة هنا يصبح العدد لدينا خمسة وعشرون نضرب المقسوم 187.5 أجزاء من العشرة أيضا في العشرة فنحصل على 1875 قد لن تخلص من الفاصلة وقد تبقى الفاصلة أحيانا بإجراء عملية القسمة 1875 ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون تقسيم الخمسة وعشرون كما تعودنا نبدأ بأكبر منزلة هنا ونلاحظ أن الواحد لا يقبل القسمة على خمسة وعشرون أحسنتم نقوم بأخذ المنزلة التالية أيضا نلاحظ أن ثمانية عشر أيضا لا تقبل القسمة على خمسة وعشرون لماذا؟ أحسنتم لأن العدد صغير هنا في معنى ذلك سوف نأخذ العدد مئة وسبعة وثمانون ونقسمها على الخمسة وعشرون ونتذكر خطوات القسمة أقسم أضرب وأطرح وأقوم بتنزيل العدد إذن سبعة في خمسة وعشرون عكس عملية القسمة يعطيني مئة وخمسة وسبعون نجري عملية الطرح يعطينا اثنى عشر نقوم بتنزيل العدد خمسة ويصبح الناتج مئة وخمسة وعشرون قسمة الخمسة وعشرون يعطينا الخمسة خمسة في خمسة وعشرون يعطيني مئة وخمسة وعشرون والباقي أصفر إذن ما ناتج قسمة ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون تقسيم الخمسة وعشرون تساوي خمسة وسبعون كيسة إذن بعد ماذا؟ بعد عملية التخلص من الفاصلة العشرية في المقسوم عليه وما أفعله في المقسوم عليه أفعله في المقسوم لاحظنا أنه تم التخلص من الفاصلة في العددين وحصلنا على الناتج 75 كيسا لقسمة عدد عشرية على عدد عشرية آخر نضرب المقسوم والمقسوم عليه بإحدى قوى العشرة ليصبح المقسوم عددا صحيحا أيضا نتمم عملية القسمة على العدد الصحيح هنا خطوات إجراء عملية قسمة عدد عشرية على عدد عشرية تقطع سيارة 61 جزءا من المئة كيلو مترا في الدقيقة كم كيلو مترا تقطع في ساعة واحدة نلاحظ هنا 61 جزءا من المئة تعلم أن الساعة الواحدة فيها 60 دقيقة بمعنى ذلك أن المسافة التي قطعتها السيارة في الساعة نجري عملية الضرب يقول عندما نضرب عدد عشرية بعدد صحيح فإننا نضرب بالعدد الصحيح ثم نقوم بفصل الناتج بالفاصل العشرية في الناتج النهاي نجري عملية الضرب الصفر في أي عدد ماذا يفعل؟ أحسنتم يقوموا بعدما إعدام العدد نبدأ بمنزلة العشرات ستة في صفر يعطينا صفر ستة في ستة ستة وثلاثون ستة في واحد ستة زائد ثلاثة يعطينا تسعة ونجري عملية الجبع صفر زائد صفر 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 زائد صفر صفر ستة زائد صفر ستة وتسعة نقوم بتنزيلها نلاحظ هنا الفاصلة بعد منزلتان إذا ما موقعها في ناتج عملية الضرب أحسنتم أيضا تكون بعد منزلتان إذن تحديد الفاصلة يكون في الناتج النهائي في عملية الضرب تعرفنا على المكعب وقمنا بوصف هذا الشكل الظاهر أمامي وعرفنا أن المكعب يسمى الشكل المجاور يمثل مكعبا وعرفنا عناصر لهذا المكعب عرفنا فيه الأوجه عرفنا فيه الحروب عرفنا فيه أيضا الرؤس عرفنا أن عدد الأوجه لدينا هنا ستة أوجه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أوجه إذن للمكعب ستة أوجه أيضا عرفنا أن عدد الحروب هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر حرفا لهذا المكعب وعرفنا أن عدد الرؤوس هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية رؤوس إذن عرفنا أن لدينا هنا ثمانية رؤوس تعرفنا على الأوجه الرؤوس وأيضا الأحر عرفنا كيفية تحديد ما هو الذي يشكل مكعب وما هي المجسمات التي لا تشكل مكعب نلاحظ أن الشكل الأول لا يمثل مكعب لماذا؟ أحسنتم نلاحظ أن أوجه مختلفة هنا لدينا أوجه مستطيلة وأوجه مكعبة أما الشكل الآخر فهو يمثل مكعباً لماذا؟ لأن المكعب يتألف من ستة مربعات متطابقة إذن المكعب ما به فيه ستة مربعات متطابقة الشكل الآخر لا يمثل أحسنتم لماذا؟ لأن المربعات الموجودة هنا غير متطابقة كل وجهان متقابلان متطابقان فقط أما الشكل الآخر فهو يمثل مكعب لأن لدينا فيه ستة مربعات متطابقة أحسبنا أيضاً عدد المكعبات الموجودة في الطبقة الواحدة وعرفنا أن الأربعة بضربها في الأربع طبقات هنا حصلنا على ستة وثلاثون مكعباً بمعنى ذلك كم طبقة تحتاج حتى أملأ هذا المكعب؟ نلاحظ أن أربعة في أربعة في أربعة حصلنا على العرض والطول والارتفاع وهذا ما استفدنا فيه في إيجاد حجم المكعب بمعنى أن حجم المكعب يساوي طول الحرف وهو عبارة عن العرض طول الحرف وهو عبارة عن الارتفاع طول الحرف وهو عبارة عن الطول يساوي طول الحرف أس ثلاثة بمعنى أبعاد المكعب هي عبارة عن حجم المكعب إذن مكعب طول الحرف هو خمسة سانتيمتر أحسب حجمه حجم المكعب يساوي خمسة في خمسة في خمسة يساوي خمسة والثلاثة يساوي مئة وخمسة وثلاثون سانتيمتراً مكعباً لا ننسى لأنه عبارة عن مجسد أيضاً مكعب طول حرفه هو واحد دكتامتر أحسب حجمه بالمتر المكعب إذن لابد أولاً من تحويله إلى الوحدة الأخرى ومن ثم إيجاد حجم هذا المكعب نلاحظ بالتحويل من واحد دكتامتر يساوي عشرة متر إذن حجم المكعب طول الحرف في طول الحرف في طول الحرف يساوي عشرة في عشرة في عشرة يساوي عشرة والثلاثة ونحصل على ألف سانتيمتر أو ألف متراً مكعب إذن ألف متراً مكعب بعد تحويله من دكتامتر إلى متر عرفنا أو تعرفنا على وحدات قياس الحجم وعلي يمكن بناء سلسلة وحدات قياس الحجوم عرفنا على الأجزاء والمضاعفات لدينا الوحدة الأساسية المتر المكعب وتعرفنا على أجزائه الدسامتر والسانتيمتر المكعب والملي متر المكعب عرفنا على مضاعفاته تكتامتر المكعب وهكتومتر المكعب وكيلومتر المكعب دائماً التحويل من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة أملية القسمة أما العكس من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة فهي عملية الضر لدينا هنا الحجم الداخلي لبرميل هو مئتا ألف سانتيمتر مكعب فما حجمه بالديسامتر المكعب وما حجمه بالمتر المكعب أولاً نقوم بإيجاد حجم البرميل بالديسامتر المكعب مئتا ألف تقسيم الألف لأنها من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة تساوي مئتان ديسامتر المكعب أيضاً حجم البرميل بالمتر المكعب نلاحظ أيضا عملية قسمة لأنها تحويل من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة مئتا ألف تقسيم ألف متر مكعب يساوي إثنان جزءا من العشرة مترا مكعبا لابد من الانتباه من عملية التحوي من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة أو العكس هنا حول الحجوم التالية وأملئ الجدول بما يناسبه لدينا هنا سنتيمتر مكعب يري تحويلها ليلة جيسا متر مكعب ومن ثم تحويلها إلى مترا مكعبا نلاحظ هنا أنها عملية قسمة لأنها من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة بالقسمة على الألف نحصل على خمسة وعشرون ألف أيضا بإجراء عملية القسمة في ألف ونحصل على خمسة وعشرون مترا مكعبا إذن بمجرد معرفة ما هي العملية التي أجريها أستطيع التحويل من وحدات إلى وحدات أخرى تعرفنا على وحدة قياس السعة وعرفنا وحدات الكيل الإسلامية وعرفنا الملي لتر والسلي لتر والجيسا لتر والليتر وعرفنا أيضا التحويل من وحدات صغيرة إلى وحدات كبيرة هنا قسمة على عشرة لأنها وحدة صغيرة إلى كبيرة أيضا القسمة على عشرة وهنا القسمة على العشرة أما العكس فهي الضرب في عشرة لأنها من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة عرفنا في المثال هنا حولي إلى لترات نلاحظ هنا خمسة آلاف ملي لتر ويريد تحويلها إلى لترات بالقسمة على ماذا؟ ألف لماذا؟ لأنه من ملي لتر إلى لتر هناك وحدتان ما بينهما فيكون بالقسمة على ألف ونحصل على خمسة لتر هنا ثمانيون جيس لتر ويريد تحويلها إلى لتر جيس لتر إلى لتر بالقسمة على عشرة فنحصل على ثمانية لتر لدينا هنا حول ما يلي إلى لترات الجالون عبارة عن أربعة فاصلة خمسة أجزاء من العشرة لتر أما الصحيفة التي هي التنكة عبارة عن أربعة جالون تساوي ثمانية عشرة لتر نلاحظ أن عشرة جالونات يريد تحويلها إلى لترات بضربها في أربعة فاصلة خمسة أجزاء من العشرة فنحصل على خمسة وأربعون لتر أما أربعة تنكات فيريد تحويلها إلى لترات أربعة في ثمانية عشر نحصل على إثنى وسبعون لتر إذن استطعنا التحويل من جالون إلى لترات ومن تنكات أيضا إلى لترات تعرفنا على الصاع عبارة عن أربعة أمداد عرفنا أن المج عبارة عن ربع الصاع عرفنا أن الصاع يعادل ثلاثة ونصف لترا عرفنا أن المج عبارة عن ثلاثة ونصف ضرب الربع وأيضا عرفنا أنه يساوي سبعة على ثمانية من اللترات نلاحظ التحويلات ما بين الوحدات من صاع إلى مج ضرب في أربعة من المج إلى اللتر ضرب سبعة على ثمانية أما من الصاع إلى اللتر فهو الضرب في ثلاثة ونصف العكس عملية القسمة نلاحظ القسمة على سبعة على ثمانية وهنا القسمة على أربعة وهنا القسمة على ثلاثة ونصف عرفنا ما هو متوازي المستطيلات وخصائصه وكيفية إيجاد حجم متوازي المستطيلات سمي الجسم المجاور بمتوازي المستطيلات لماذا؟ لأنه مجسم يحيط به ستة مستطيلات من جميع جهاته نلاحظ هنا ونلاحظ هنا في علب الهدايا وفي الكتب وأيضا في هذه المجسمات عرفنا أن خصائص متوازي المستطيلات عبارة عن ماذا؟ نلاحظ من الرسمة التالية لدي أن سطح متوازي المستطيلات مؤلف من ستة مستطيلات وهي تسمى الأوجه عرفنا أن كل وجهان متقابلان متطابقان أيضا عرفنا أن متوازي المستطيلات لدينا فيه ثمان رؤوس ينطلق من كل منها نلاحظ هنا ثمانية رؤوس ينطلق منها ثلاثة أبعاد ما هي الطول، العرض، والارتفاع إذن يظهر لدينا ثلاثة أبعاد الطول، العرض، والارتفاع لدينا هذا الطول، هو العرض، وهنا الارتفاع هذا هو متوازي المستطيلات عرفنا حجم متوازي المستطيلات، وهو مساحة القاعدة في الارتفاع، ولا ننسى أن مساحة القاعدة عبارة عن الطول في العرض لدينا مثال، أوجد حجم متوازي المستطيلات الذي طوله خمسة سنتيمتر، وعرضه ثلاثة سنتيمتر، وارتفاعه اثنان سنتيمتر إذن حجم متوازي المستطيلات خمسة في ثلاثة في اثنان، نحصل على خمسة عشر في اثنان، نحصل على ثلاثين سنتيمترا مكعبا لا ننسى لأن تعلم طلاب وطالبات الأعزاء ما لم نتدرب، وتم بحمد الله الانتهاء من المراجعة، نلتقي في دروس أخرى بإذن الله